مرحبا موليد برش الثور معكم كارمن شماس اليوم بدي احكي عن الأسبوع الثاني من شهر نيسان أبريل يعني تحديدا من الثانين ستة نيسان حتى الأحد 12 نيسان أبريل في هذا الأسبوع في عنا فلمون يكتمل في البيت السادس بالنسبة لألكم أي برش الميزان وذلك يوم الأربعة 8 نيسان بتمام الساعة 2 و36 دقيقة صباحا توقيت العالمي هيدا أسبوع بالنسبة لألكم أسبوع بيحمل أكثر من مسألة بيكون ينشغل عليها وبتحسوا حالكم أنه عم تركضوا من شينا عم بتعجلوا من شينا وعم بتحاولوا أنه تخلصوا على الوقت وبتقدروا لكن بدا شوية ترتيب لحتى أمورها تمشي بطريقة صحيحة أسبوع سهل ما أنه أسبوع سهل عم بيقلكم من هلأ وبالتالي اختاروا أوقاتكم أشغالكم بطريقة زكية لحتى يمروا هيدا الأسبوع بطريقة سهلة البداية مع يوم الأثنين يلي بصراحة بعتبروا ألطف ويمكن يكون أسهل أيام الأسبوع وبالتالي حطوا تلكون يوم الأثنين هو أسهل يوم أجمل يوم لمواليد برشة الثورة عم بحكي طبعا فلاكيا بطريقة براكتكل أنتو بيبقوا عليكم كل يوم تشتغلوا تعطوا كل طاقتكم ويمشي حالكم لكن عم بحكي فلاكيا نوعية الوقت الأحوال الفلاكية مثل الأحوال الجوية في أشخاص بتكون في عاصفة لكن عم بيعملوا شغلوا بطريقة جيدة وبيتأثروا نفس الشي الأحوال الفلاكية إذن يوم الأثنين يوم جيد حطوا تلكون فيه لأنه جيد جدا مقارنة مع بقية الأيام بيساعدكم بيفتح أبواب ما سكرها بوشكم تذكروا أنه شمس موجودة ببرشة الحمل يعني الجو العام منه هلأدي عم بيساعدكم عم بيساعد غيركم مشغول بغيركم فلحقوا حالكم مواليد برشة الثورة ما تتلكوا هيدا أنهار يمروا مرور الكرام بينتقل أصلا يوم الأثنين الأمر من برشة العذراء الصديق لألكم بتمام الساعة 9.17 دقيقة توقيت العالمي يعني تقريبا ساعة منتصف الليل توقيت بيروت بينتقل لبرشة الميزان يعني التالتة والأربعة الأمر صار موجود ببرشة الميزان يلي هو فول مون تحديدا رح بيكون يوم الأربعة يكتمل الأمر في بيت الصحة يكتمل الأمر في بيت الشغل ويكتمل الأمر في بيت الأمور اليومية الروتينية شو معناتها؟ معناتها أنه تالتة والأربعة حضروا حالكم رح بيكون فيه نوع من حسم لمسائل معينة سواء مسائل إدارية سواء مسائل أكاديمية سواء مسائل صحية أو حتى مهنية عملية هناك بعض الأمور يلي بحاجة حتى مولو برشة الثور أنه يفكر فيها مصبوط عم تشتغلوا أو ما عم تشتغلوا رح بيكون فيه بعض الأصص يلي رح تضطروا تهتموا فيها تشتغلوا عليها وبعض مولي برشة الثورية اللي بيهمهم عملهم وعندهم مشروع عم بيشتغلوا عليه واضح أنه يوم التنين أو التلاتة الطبخة استويت وهناك نوع من قدرة على أنه الأمور تصير محسومة يأما أنتوا بتحسموها يأما تنحسم منها لحالة يومين طوال متعبين جسديا وصحيا فحاولوا ترتاحوا خلالهم لازم تشتغلوا كمان على الأولويات تتركزوا عليها وبعدين تتركوا الأمور الصعبة لما بتخلصوا من الأولويات ننتقل ليوم الأربعة ليوم الخميس والجمعة شوفي عنا الخميس والجمعة أول شي الشمس موجودة في برشة الحمل يلي هو برش بنسبة لقالكم لما الشمس بتكون ببرش الحمل بيكون فيه شوية ضعف وشوية تأخير شوية ضجر وشوية ركود بيوصل الأمر الخميس والجمعة إلى موقع عم بيعاكسكن فبكنت تتوقعوا أنه الخميس والجمعة هني يومين شوية بيعاكسوكن احتمال أنه الأمور عم تشتغلوا عليها تلاقي طريق مسدود أو تلاقي بعض العقبات أو تلاقيوا حالكن بمزاج منه كتير مرتاح فانتبهوا من يومي الخميس والجمعة وأنا فلكيا بعتبرون من أتعب الأيام بهذا الأسبوع وما تقولوا أنه أنا عبكترة ما عبكترة أنا عبعطيكم الأحوال الفلكية الجمعة ساعة تمانية ونص المساء توقيت العالمي يعني بيه توقيت بيروت الساعة 11 ونص المساء توقيت بيروت الصيفي بنتقى الأمر لبرش القوس بتخف المعاكسات بتخف العواصف الفلكية بتبلشوا ترتاحوا تحت تأثير هالمثلث الفلكية الناري بصير في عنا سبت والأحد بعض الهدوء لكن ما معناتها أنه وصلتوا على شط الأمان تروا توصلوا لشط الأمان إذا أنتوا اشتغلتوا على حالكن اشتغلتوا عما شاكلكن وقدرتوا لطفتوا الأجواء كلوا على بعضوا أسبوع طويل أسبوع متطلب صحيح منوا سلبي لكن أنا عطيتكم أحوال فلكية لحتى تعرفوا تختاروا شغلكم وتعرفوا شو يلي بانتظاركن فمثل ما يقول نحن بي لبنان ما تحطوا إيديكم بيه ماي بردي بالعكس تماما كونوا ويعيين الأكثر تعبا 25-26 نيسان أبريل هيدا تأثير أورانيوس الأكثر حظا 16-17 أيار مايو بيتمنى الجميع أسبوع حلو إلى اللقاء باي باي اشتركوا في القناة